رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم الثلاثاء الماضي نيافة الحبر الجليل الأنباس الوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنباب خميس الشايب بالأقصر. إثر إصابته بعد وفيروس كورونا المستجد ونعى قدسة البابا تودروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثولوكسية. نيافة الأنباس الوانس ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب. والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة. نتابع. هذا الذي عفى قصة الذين في العالم وبذل زا توفذاً عننا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي قلنا ممسكين بمبعينا من قبل خطيرنا نزل إلى الجحيم من قبل الصالي. رحل إلى السماء يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري نيافة الأنباس الوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنباب خوميوس الشايب بالأقصر بعد إصابته بفيروس كورونا. الأنباس الوانس من موليد محافظة قنة في السادس عشر من فبراير عام 1946. تخرج من كلية الصيدلة جماعة أسيوت عام 1971. تمت رسمته أسقفان عاماً لمدة 11 عاماً في مصر القديمة. أرسله قدسة البابة ودروس الثاني للإشراف على دير القديس العظيم الأنباب خوميوس أب الشريكة دير الشايب قبل رسمته أسقفان عليه بعدة شهور. وقدم رهبان الدير تسكية له لكي يصير أسقفاً ورئيساً للدير عام 2013. وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من مايو الجاري انتقل إلى السماء بعد حياة مملوئة بالصلاة والخدمة.